وصل وزيراء الخارجية والدفاع لبريطانيين ديفيد لامي وجون هالي لبيروت في زيارة غير محددة المدة من المفترض لقاء عدد من المسؤولين بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان ووزير الخارجية وذلك في إطار مساعد تهدئة وتفادي سيناريو الحرب المفتوحة والإنزلاق نحو صراع إقليمي شامل من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم وأيضا من لندن تنضم إلينا مراسلة الحدث عروب عبد الحق أبدأ مع غنوة هذه الزيارة لوزيري الخارجية ودفاع البريطانيين التي تأتي في ظل التأهب الإسرائيلي وطبعا الارتباك في الداخل اللبناني ما هي الرسائل التي حملها الضيفين البريطانيين إلى المسؤولين اللبنانيين هي زيارة قصيرة من المفترض أن تنتهي اليوم قد انتهت معظم اللقاءات الأساسية بها مع رئيس بجلس نواب نبيه برري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأيضا مع وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب يبقى قائد الجيش الذي من المفترض أن يلتقيها الوفد بعد ظهر هذا اليوم وبعدها تنتهي هذه الزيارة التي بحسب من واكب هذه الاجتماعات قال بأن البريطانيين بدوا حريصين على التهدئة بعد التصعيد الأخير وبحسب أيضا البيان الذي صدر عن عين التيني عن رئيس بجلس نواب نبيه برري بعد هذا اللقاء بأن الوفد الوزاري أكد اهتمام بلاده على وجوب الوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان وأيضا أعربوا عن قلقهم من التصعيد الأخير وبأن أي سوء تقدير في هذا التصعيد قد يؤدي إلى توسيع دائرة الحرب فيما أعلن بري بأن لبنان كان دائما حريص على تطبيق القرار 17-01 منذ بداية هذه الحرب وأنه لا يريد الحرب لكنه مستعد للدفاع عن نفسه أمام ما وصفه بالغطرسة الإسرائيلية طبعا هناك جهود ديبلوماسية بوظلت خلال الفترة الماضية ولكن كان هناك صمت تام من قبل حزب الله المعني بالرد على استهداف ضحية بيروت الجنوبية هناك كلمة مرتقبة لأمين عام حزب الله بعد ظهر هذا اليوم عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لبيروت وخلال هذه الكلمة سيتطرق بحسب البيان الذي أصدره حزب الله يوم أمس إلى التعليق عن حادث ضحية بيروت الجنوبية واختيال الرجل الثاني المقرب من أمين عام حزب الله حسن نصر الله خلال استهداف الضحية نعم سأنتقل إلى لندن مع مراسلة الحدث أيضا للسؤال عن زيارة وزيرية الخارجية ودفاع إلى لبنان هل تحاول بريطانيا لعب دور ما يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في لبنان وفي المنطقة خاصة من خلال الرسائل التي تحملها إلى لبنان صحيح ريني بريطانيا على مدار الأيام القليلة الماضية وهي تقول بأنها تريد أن تلعب دورا ديبلوماسيا وإيجاد حل لهذه الأزمة وهي تدعو إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة دائرة أوسع من التوتر في جلسة كانت لمجلس الأمن خصصة فقط لمناقشة الوضع الأمن في لبنان كان ديفيد لامي قال بأنه يريد التركيز على الجهود الدبلوماسية مع الشركاء سواء الإقليميين أو في الشرق الأوسط أو مع الشركاء الأمريكيين والفرنسيين وهو قال بأنه تكلم مع المسؤولين اللبنانيين في هذا الصدد الآن هو زيارته إلى لبنان انعكست شيء تعكس الرغبة الغربية القوية بتهدئة الأمور في المنطقة طبعا لامي كان قبل هذه الزيارة هو ووزير الدفاع جون هيلي في الدوحة وذلك أيضا من أجل مناقشة الوضع الأمني في المنطقة مع الشركاء المعنيين كان ديفيد لامي قال بأنه ليس من مصلحة أحد توسيع رقعة هذا الصراع حتى وزير الدفاع جون هيلي قال بأن المنطقة على مفترق طرق وقال بأنه لا بد من أن يكون التركيز الأساسي الآن على إيجاد حل دبلوماسي طبعا أيضا تواصلنا مع الخارجية البريطانية وقالت لقناة الحدث بأنها فيما يخص إسماعيل هانية بأنها مطلعة على التقارير التي تتحدث عن وفاة إسماعيل هانية في طهران ولكن دون تقديم المزيد من التعليقات أيضا فيما يخص الأزمة في لبنان قال وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكنر بأنه تكلم أيضا مع المسؤولين اللبنانيين للتعبير عن مخاوف بريطانيا من تصاعد التوتر في المنطقة اللافت في موقف بريطانيا بأنها لم تعلق رسميا حتى الآن على عملية اختيال هانية ولا على عملية اختيال فؤاد شكر ولكن هذه يعني اعتدنا أن تتريق بريطانيا عادة في التعليق على الاختيالات بشكل عام حتى انتهاء التحقيقات وحتى انتهاء جولتها الدبلوماسية ربما في المنطقة والتشاور مع المشؤولين والأطراف المعنية ولكن هل ستواجه بريطانيا نفس الرسائل الرسائل التهدئة التي نقلتها إلى لبنان أيضا إلى إسرائيل إلى الجانب الإسرائيلي لا معلومات الآن عن ما إذا كانت سوف تواجه نفس هذه الرسائل ولكن تركز بريطانيا كما يبدو على تحركاتها الدبلوماسية بالتكلم مع الأطراف العربية في هذا الموضوع وأيضا هي تركز في الشقة الثانية من تركيزها على أمن وسلامة المواطنين البريطانيين في لبنان كان لها رسالة واضحة في هذا الموضوع هناك 16 ألف بريطاني في لبنان طلبت منهم الرحيل والإبلاغ عن مكان موجودهم حتى يتسنى لوزارة الخارجية البريطانية التواصل معهم في حال استجد أو في حال كانت هناك مستجدات فيما يخص الوضع الأمني في لبنان نعم غنوة سؤال يطرح نفسه في ظل هناك كلمة لنصر الله بعد الظهر كيف يمكن وصف الأجواء في لبنان ككل خاصة الترقب سيد الموقف طبعا هناك تخوف لداء اللبنانيين من الخطوة القادمة خاصة وأن منصوب الحرب اليوم بالنسبة للبنانيين يبدو أعلى من منصوب التوصل لسلم بعض اللبنانيين اليوم خاصة قبل الكلمة فضلوا العودة مبكرا إلى منازلهم تخوفا من أي حدث ممكن أن يتزامن مع هذه الكلمة أيضا لاحظنا خلال الفترة الماضية بعد استهداف ضحية بيروت الجنوبية كان هناك تخوف بدى واضحا عكسه موضوع مغادرة المغتربين الذين كانوا في لبنان وعودتهم ومحاولت عودتهم إلى بلدان الاختراب خاصة وأن بعض شركات أو مكاتب السفريات تحدثت عن أن البعض لم يتمكن من إيجاد تذاكر سفر هذا الأمر لم يكن قبل الرد على ضحية بيروت الجنوبية قبل الرد على ضحية بيروت الجنوبية كان هناك عدد كبير من اللبنانيين الذي لم يسافر بسبب الحرب هذا الأمر تغير بعد استهداف ضحية بيروت الجنوبية إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليوم تخوفا من أي سيناريو حرب إن كان عبر تهيئة المستشفيات لاستقبال عدد كبير من الجرحة عبر تأمين مراكز للنزوح كان هناك تحدثت الحكومة عن إيجاد مأوى لمليون لبناني في حال كان هناك أي حرب طويلة نعم من بيروت كنت معنا مراسلة الحدث غنوى يتيم شكرا لك وأيضا شكرا لعروب عبدالحق مراسلة الحدث من لندن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر